السلام عليكم عشاك الخرشوف او الناس اللي بتحب الخرشوف بس تزهقت من الطرق الاعتيادية لطبخ الخرشوف الفيديو ده عشانكم النهاردة هنعمل مع بعض الطاجن يجنن هنعمل خرشوف بالفراخ والكريمة وعلى وشه جبنا صيحة كده حاجة طحفة ممكن ناكله مع روز ممكن يتاكل بس مع صلطة حاجة تجنن تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي بممتهى السهولة طبعا انا هستخدم هنا الخرشوف الفروزن اللي عايز طبعا يستخدم فراش براحته خالص دلوقتي انا هقطع الخرشوف شرائح رفيعة انا محتاجة شرائح رفيعة علشان انا عايزة الخرشوف يستوي معايا بسرعة مش عايزة ياخد وقت وفي نفس الوقت يبقى في نفس حجم الدجاج اللي هنقطعها قبل فراخ اللي هنقطعها عشان اللي يغرف يغرف الاتنين مع بعض بس اهم ملاحظة ان احنا نعمل الشرائح وفيعة بالشكل ده علشان تستوي معايا بسرعة زي ما انتو شايفين تاني مكون عندنا هو صدور الدجاج هقطعها لشرائح الحجم اللي تحبوه بس متبقاش كبيرة قوي علشان تستوي برضو معايا بسرعة وميبقاش حجمها مختلف كتير عن الخرشوف لما نغرف نغرف الاتنين سوا زي ما اتفقنا اهو بقطعها لشرائح الاحجام اللي تحبوها وفي طاصة على النار سخنة جدا طاصة مش حلة عشان الدجاج ما ينزلش ميته ويطلع البخار بتاعه نزلت بزيت علشان الزبدة ما تتحرش وبعدين نزلت بخمسين جرام من الزبدة شايفين هي سخنة ازاي انا عايزة الدجاج ياخد صدمة معايا انا نزلت بخمسين جرام من الزبدة على صدرين الدجاج اللي استخدمتهم والكيس بتاع الخرشوف كانوا بعميد جرام هكتبلكو طبعا كل ده في صندوق الوصف هنزل بشوية من الفلفل اسود على صدر الدجاج ولسه محطتش اي حاجة غير الفلفل اسود ولسه كمان مقلبتش خالص علشان الدجاج ياخد صدمة من تحت قبل مقلب دلوقتي اتاكدت شوية هو ابتدى ياخد صدمة مش هينزل المية ابتدى بقى اقلبه واحدة واحدة كده والنار عالية جدا عشان ما ينزلش برضو المية بتاعته طيب هنعمل دلوقتي هننزل بربعة معلقة من الأوريجانو او الزعتر البري ده كنز مع الدجاج يا جماعة حقيقي ومع حاجات كتير جدا بيودي الأكلة في حتة تانية خالص شايفين ربع المعلقة دي هتفرق جدا في الأكلة بجد ده سر من اسرار الوصفة النهاردة وحفضة لقلب لحد ما الفراخ تتحمر من جميع النواحي وتبقى خلاص تعتبر مستوية 90% وتقدروا برضو تحطوا الملح بتاعها دلوقتي أو في الآخر دي حاجة ترجع للزوء الشخصي وبعد ما تحمرت من جميع الجهات حشلها على جنب اهو 90% تقريبا وفي نفس الطاصة اللي انا اشتغلت فيها هنزل مكانها بالخرشوف بتاعنا اللي تقطع شرايح ومعلاقة زبدة كمان علشان اخد كل الخلاصة اللي لزقت في الطاصة بتاعتي ياخد الخرشوف طعمها ويطعم بيها كويس جدا ياخد بقى كل اللي تحت ده هحط عليه شوية من الملح وشوية من الفلفل الاسود وحسيبه يتشوح كويس جدا وهو متقطع الشرايح ورفيعة دي هيستوي معينا بمنتهى السهولة كده هو عد عليه خمس دقايق تشويح بصوا لونه حتى ابتدى يتغير وده معتمد على درجة حرارة الطاصة بتاعتكو لغاية ما تحسوا ان لونه اسفر هنزل بقى ببصلة متقطع شرايح وزي اختيارية لو ما عندناش وقت للبصلة ممكن نحط معلقة بصل بودرة هنزل بقى بالفراخ بتاعتي اللي حطتها على جنب وقلبهم مع بعض تقليبة ياخدوا طعم بعض وانزل دلوقتي بالكريمة بتاعتي انا هنزل بنص كمية الكريمة يعني نزلت بحوالي نص كباية هقلب وديهم الطعم وبعدين هكمل بقية الكريمة كده ناقص بالنسبالي حاجة واحدة بس هحط ربع معلقة من الطوم البودرة هتطعامها وهتديها طعم حلو قوي ممكن كمان تعززوا الطعم بمكعب مرأة هنزل بقى بالكريمة بتاعتي حوالي كباية وبعدين هحط رشة من الفلفل اسود واسيب كل دا يستوي مع بعضه على نار متوسطة لغاية ما الفراخ والخرشوف يكملوا سواهم والكريمة تسمك الكريمة هي بدأت تعمل بابلز معناها انها بدأت تسمك حواطي النار واسيبها تسمك براحتها وياخدوا من طعم بعض بس ونزلت برشة من البقدونس عشان خلاص كده خلصنا مش قادرة وصفلكو الريحة والطعم كمان عامل ازاي لازم تقربوا بنفسكو الخطوة اللي جاية دي اختيارية هنحط على وشها جبنة تسيح في الفرن دي حاجة اختيارية انا هحطها في بايركس او طاجن وادخلها في الفرن على وشها جبنة وتسيح ممكن ناكلها كده هي كده جاهزة للأكل وممكن نعمل الخطوة دي حطيتها هو في الطاجن بتاعي وحنزل بالجبنة المدرلة بتاعتي او بخليط جبن زي ما تحبوا هدخلها تحت الشواية بس يا دوبك الجبنة تسيح وحب عندي احلى طاجن خرشوف بالدجاج والكريمة حاجة كده خيال لازم تجربوها متنسوش اعملو شار لاصحابكو وادفع علو الجرس عشان يوصلوكم مني كل حاجة جديدة باي باي